اهلا بكم في موجز لأهم واخر الأخبار فاد مراسلنا في أبيان باستشهاد أربعة جنود من القوات الجنوبية اثر استهداف سيارة إسعافة تابعة لها بعبو ناسفة في المحفد في الطريق المؤدي إلى وادي الحمراء هذا وارتفعت العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الجنوبية بمدرية المحفد منذ تحريرها قبل أسابيع ما يؤكد استمرار وجود خلايا وعناصر إرهابية في المدريات تتخذ من بعض المناطق فيها مواقع لتنفيذ عملياتها الإجرامية أكدت الحكومة أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضب النفطي بمحافظة حضرموت والتصعيد العسكري الحوثي وطالبت الحكومة في بيان الدول كافة باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي كما حذرت الحكومة من أن عدم التعامل بشكل صارم مع هذا السلوك الإرهابي سيؤدي إلى فارس البية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي وأوضحت أيضا الحكومة أن الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى إصرارها على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية في اليمن أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على ميناء الضباء النفطي في المكلة وأوضحت الخارجية السعودية أن الهجوم يعد تصعيدا من الميليشيات بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضت الميليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود كما أكدت موقف السعودية الداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه بالإضافة إلى دعم الحكومة وجهود الأمم المتحدة الرامية لتمديد الهده أدانا البرلمان العربي محاولة استهداف ميليشيات الحوثي ميناء الضباء في حضر موت بطائرتين مسيرتين محذرا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة وجدد البرلمان العربي التأكيد على تضامنه الكامل مع الحكومة في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيات مشددا رفضه الكامل للتصعيد الذي تنتهجه الميليشيات وإصرارها على إفشال جهد تجديد الهده وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية هذه المجتمع الدولي قادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة